بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل تتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بأن الخيول لن تركب للحرب أبداً سيأتي زمان لن يستخدم الناس الخيول في الحروب يعني سيكون هناك وسائل حديثة مثل الطائرات والدبابات وغير ذلك كيف يحدث ذلك؟ هذا الحديث حقيقة استوقفني أحببت أن أتأمله معكم طبعاً الحديث رواه ابن حبان في صحيحي وابن ماجة الحديث أيها الأحبة يتحدث عن وسائل الركوب الحديثة مثل السيارات وغيرها قال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر والمياثر هنا أيها الأحبة لم تكن هذه الكلمة معلومة لدى المفسرين قديماً لم نستطع استيعاب هذه الكلمة إلا في العصر الحديث عندما تم اختراع السيارات لأنه طيلت ألف وثلاثمائة سنة الناس تعودوا أن يركبوا الفرس الخيول الإبل الجمال فقط الحيوانات أما أن يركب الإنسان السيارة والطائرة والقطار وغير ذلك من وسائل الركوب هذا لم يكن أحد يتصوره النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان هذا الحدث يعني اعلموا إذا رأيتم الناس يستخدمون وسائل الركوب سمع النبي صلى الله عليه وسلم المياثر تختلف عن وسائل العادية وهي الحيوانات اعلموا أن هذا آخر الزمن يعني نحن نعيش الآن أيها الأحبة فترة آخر الزمن أي استعدوا للقاء الله دقيقوا معي أيها الأحبة يكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب المساجد يعني تجد أن إنسان يدخل إلى المسجد فقط ليتفاخر ويتباهن وهذه الظاهرة معروفة اليوم كثير من المنافقين يدخلوا المساجد لمجرد النفاق وليس لعبادة الله وليس خوفا من الله وليس حرصا على الصلام نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف يعني تعرفون هذه الموديلات للشعر التي تصنعها بعض النساء في العصر الحديث مثل أسنمة البخت يعني هكذا مرتفعة يضعون يعني موديلات وأشكال غريبة لم تكن معروفة في زمن الجاهلية يعني هذه طرق تصفيف الشعر بحيث أنك ترفع الشعر للأعلى يصبح مثل سنام الجمل انظروا إلى هذا التشبيه سبحان الله هؤلاء النساء سماهن النبي كاسيات عاريات يعني هي تغريك على الرغم من أنها تلبس ملابس ولكن تحدث إغراءاً وكأنها عارية سبحان الله يعني يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الموضات والأزياء الحديثة وكشف هذه المرأة لمفاتينها وأجزاء من جسدها وتلبس لباساً يثير غرائز الرجال كأنها عارية النبي قال إلا عنوهن فإنهن ملعونات هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يعني لكل مرأة متبرجة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله وما يرخص الفرس يعني الفرس هل ستصبح رخيصة أو لماذا يعني هل ستصبح غالية مثلاً لا تركب قال قال عليه الصلاة والسلام عن الخيول والفرس لا تركب لحرب أبداً طيب أنا السؤال أيها الأحبة ارجعوا معي 1400 سنة إلى الوراء الإبل الفرس الخيول الدواب هذه التي كانت تستخدم في الحروب طيب من كان يتصور أنه سيأتي زمن بعد 14 قرناً أن هذه الخيول لن تركب لحرب أبداً من كان يتخيل أن الناس سيستغنون عن وسائل النقل العادية التي هي من الإبل والخيول والبغال والحمير وغير ذلك ويصبح لدينا وسائل جديدة سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمياثر وهي تشمل السيارات وغيرها من وسائل الركوب الحديثة طيب كيف تنبأ النبي بأن هذه الخيول لن تركب لحرب أبداً سينتهي وبالفعل اليوم من يستخدم الخيول في الحروب لا أحد والله أيها الأحبة هذا الحديث هو دليل على صدقي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وهو تحذير لنا وتنبيه يكون في آخر الزمن يتحدث عن آخر الزمن فإذا رأينا مصداق هذا الحديث ينبغي على كل واحد مننا أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى أن يستغفر الله أن يعلم أنها علامات آخر الزمن لا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم